اشهدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بالمستوى المتقدم الذي يشهده التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بسعادة الأستاذ سليمان بن صالح لدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونوهت الوزيرة بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الصحة ونوهت مجلس الصحة الخليجي في تعزيز التنسيق الصحي الخليجي ووضع الخطط الصحية المشتركة التي تسهم في تعزيز التكامل الصحي بين الدول الأعضاء وأعربت وزيرة الصحة عن خالص تقديرها للجهود التي يبدلها المجلس في تطوير مسارات التعاون الخليجي الصحي بما يحقق الغايات المرجوة حيث تم استعراض خلال اللقاء عدد من البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي ومرتكزاتها الأساسية لبرامج الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي بالإضافة إلى استعراض مؤشرات عمل بعض البرامج والمبادرات الصحية المشتركة وتقييم دورها في ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون